من نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى نعمة المعرفة نعمة حقيقة نعمة عظيمة ليصبح الإنسان مستوعباً لفهم حقائق الكون والوجود والحياة والمبدأ والمعاد وهي أساس في بناء شخصية الإنسان بناء إيجابياً ولتتكون قوة الذات القادرة على امتثال تكليف الإنسان في مهمته الاستخلافية في البحث الموسوم دور المعرفة في قوة الذات من منظور الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام الذي تشارك في إنجازه الأستاذ الدكتور فاضل محسن الميالي والأستاذ المساعد الدكتور منع صالح الدجيلي تبيان لذلك أطلب من أستاذنا الأستاذ الدكتور فاضل محسن الميالي أن يتفضل مشكوراً بإلقاء ملخص بحثه في ربع ساعة نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد الصلاة على محمد وآل محمد الأستاذ الدكتور فاضل محسن يوسف الميالي دكتوراه في تربية وعلم النفس تخصص علم النفس من الجامعة المستنصرية تدريسي في كلية التربية المختلطة جامعة الكوفة أشرف على العديد من رسال الماجستير وأطاريح الدكتوراه إضافة إلى كونه عضواً في هيئة تحرير مجلة مركز البحوث التربوية في جامعة قطر عام 2003 ومحاضراً ومدرباً في مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي في مواضيع علم النفس التربوي ولديه أكثر من 24 بحثاً منشوراً في مجلات علمية محكمة أدعو الدكتور رسالة الدكتور فاضل محسن بإلقاء ملقص بحثه مسبوقاً بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الأخيار الحضور الكريم مع حفظ المقامات والألقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أقدم الشكر للعتبة العباسية المقدسة على هذه الفعاليات المهمة والكبيرة جداً والعالية في أهدافها وفي محتواها وفي مضامينها والشكر موصول لجامعة الكفيل لاستضافة هذه الفعالية ولتمظيمها حقيقةً لضيق الوقت وقرب أداء الفريضة سأختصر في تقديم بحثي الموسوم بدور المعرفة في قوة الذات من منظور الإمام علي عليه السلام لا شك أن المبعث لهذا البحث والفكرة أو ما يصطلح عليه في البحث العلمي التي دفعت الباحثين للتفكير في هذا الموضوع هو أننا برؤية وبلحاظ سلوك الناس في المجتمع نجد أن هناك سعي عند الناس لتأكيد القوة حرباً من مشاعر الخوف والقلق هذه المشاعر دعت أحد المختصين في علم النفس الاعتبار أنها تهديد وجوده للإنسان نعم هناك سعي هناك من يلجأ للمادة للمال وهناك من يلجأ للإنسان الآخر جماعات أو أفراد جماعات اجتماعية جماعات سياسية جماعات ثقافية جماعات فكرية لإضافة شيء يشعر من خلاله بالإسناد بالدعم لا شك في أننا يجب أن نتجه إلى المنهج القرآني وإلى عدل القرآن أهل بيت الرحمة ماذا رسموا لنا من منهج تربوي أخلاقي يسهم في قوة الذات بذلك بحثي بحثنا يتضمن مقدمة ومفهوم المعرفة ما هي المعرفة؟ مفهوم الذات ماذا يعني الذات؟ أهمية المعرفة الارتقاء بالذات الآثار المترتبة للمعرفة في الذات وسأركز على هذه الآثار اليوم ما نعاني منه هو مشكلة أخلاقية بالدرجة الأولى ما نئن منه هو مشكلة تتعلق بالأنا سمعت كلام من أحد علمائنا الأجلاء يقول أن أحد المسلمين جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله طارقا الباب قال من؟ قال أنا قال من؟ كررها قال أنا فرد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا 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 مشكلتنا الأنا كيف يمكن لنا أن نفهم الأنا وأن نفهم هذه الذات وأن نعرف مواطن القوة ومواطن الضعف لا شك في أن الضعف لا يختلف عليه أثنان أنه يحصل بالجهل الجهل لذلك لا يمكن أن تتصور إنسان بتمام أخلاقه وهو يرتع في مستنقع الجهل لذلك التوجه اللي صار هو نحو الأخلاق وجعلها قوة في الذات طيب هذه القوة كيف تحصل؟ أولا ماذا نعني الذات؟ بالذات مفهوم الذات؟ نعم الذات مهم جدا في فهم الطبيعة الإنسانية واحتل مصدر الصدارة في معظم النظريات النفسية والاجتماعية والتربوية ولذلك إن أردنا أن نفهم السلوك الإنساني يجب أن نفهم الذات هذا المفهوم يتحدد بالأفكار والمشاعر والانفعالات والجانب الوجداني الذي يستشعره الإنسان في داخل نفسه وبالتالي يحدد ويوجه السلوك الذي ينبعث منه أهمية الذات تكمن في أنها مستقر ومستودع بل ومنبع السلوك السؤال الذي يطرح نفسه كيف نوظف تراث أئمتنا الأطهار في توجيه هذا السلوك عدنا كأفراد وعدنا كمجتمع صح ليس مهم أن تعرف هذا التراث المهم أن تجسده في السلوك هذه المرويات يجب أن تترجم في السلوك كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه المعرفة نور نور القلب المعرفة الفوز بالقدس المعرفة برهان إلى آخره هذا الكلام يشير إلى أهمية ودلالة المعرفة في حياة الإنسان لا شك أن هذه المعرفة المنهج القرآني يوجهنا إلى الحكمة يعلمهم الكتابة والحكمة والحكمة يجب أن تأتي من الكتاب كيف نرتقي بالذات؟ نعم نجد في واقعنا المساعي التي ذكرتها قبل قليل الارتقاء بالذات وحصول القوة في هذه الذات يكمن في المعرفة وفي مقدمة هذه المعرفة هي معرفة الله ومعرفة الدين الأصيل الذي يروى عن طريق محمد وآلي محمد نعم هناك موجود في المجتمع من من يعتقد بأن الدين والرسالات السماوية ودور الأئمة قد انتهى بحياتهم موجود هذه ثقافة ولكن يجب أن نعمل على ترسيخ وعي وثقافة بأن دور الرسالات السماوية ودور أكمل الأديان ودور أئمتنا الأطهار لا ينقطع بحياتهم يجب أن نؤسس لوعي وثقافة أننا حينما نقف أمام شباك الإمام ونخاطبه في الزيارة يجب أن لا نقف أمام ميت بل حي أعرف أنك تسمع كلامي وترد سلامي لكن هذا الكلام كيف نفهمه في الواقع النفس الذاتي الذي نستشعر به وتلاحظ أحيانا التمحور يدور حول الذات حول الأنا وإذا ضخمت هذه الأنا تصبح أنانية واليوم قد ترضي فلان إن إن جعلت كل كلامك نحوه مديح وإطراء ومجرد أن تذكر هناك قد قد يتخذ موقف هذا واقع موجود الارتقاء بالذات إذن بالمعرفة يحصل بثلاث طرق بالعلم والمعرفة بالعمل الصالح هذا السلوك العملي الذي يتجسد بمكارن الأخلاق لكل فقرة من هذه الفقرات الثلاث مضامين مهمة جداً قد لا يسمح الوقت لتداركها لكن أريد أن أؤكد على نقاط مهمة في الآثار التي تترتب للمعرفة في الذات أولاً العلاج ماذا نعني بالعلاج الدراسات العلمية في مجال الإضطرابات النفسية بيّنت أن أن هناك انتشار واسع جداً للأمراض النفسية والاجتماعية بما يوازي بل يفوق الأمراض